أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قول إنك اليوم لدينا مكين أمين قول جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ نليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نشيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا علي فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهزهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وعلى خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متعهم وجدوا بضاعتهم رد سليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رد سلينا ونمر أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موصقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موصقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكدوا عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يوني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضوها وإنه لزو علم لما علمناه ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العين إنكم سارقون قالوا وأقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سوى الملك ولنعجاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنسهد في العرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيدهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك أكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرقوا فقنسروا أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسي ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيعسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ماصق من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وأسأل الغرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لنصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فشبر جميل عسى الله أن يأتيني به الجميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت صعينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تنكر يوسف حتى تكون هردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عني قلوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدر وجئنا ببدعة مسجاة فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعدم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتقو يشبر فإن الله لا يديع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آسرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بغميصي هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجدني حي يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفض في ضلالة في ضلالك القديم فلما أنجى البشر ألقوا على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قاضين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إلي أبي قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنيا ورفع أبوه على العرش وخلوا له سجدا وقال يا أبادي هذا تأمن رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأوين الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخر توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لذي إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكروا وما أكثر الناس ولو هرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن دأي مغاشية من عذاب الله أو تأتي أو الساعد بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تابعني وسبعان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولدان الآخرة الخير للذين اتقوا أفلا تعقلوا حتى إذا استيعس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نسونا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولكن صديق الذي بين يدي تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آية الكتاب والذي أنزل إلك من ربك الحق ولكن أغسر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد درونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس وقمركم يجري لأجل مسمى يدامر الأمر فصل آية لعلهم بنقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواس وأنهارا ومن كل سمراد جعل فيها زوجين إثنين يوش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاولة وجنات من أعناب وزع ونقلوا سنوان ونقلوا سنوان يسقى بماء واحد وانفضن بعد على بعد في الأقل إن في ذلك لآيات لقوم يقلون وإن تعجب فعجب قالهم أئذا كنا درابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسن قد خلت من قبلهم المسؤلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقوب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منزر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنصى وما تغيض الأرحام وما تزدد وكل شيء عنده بمقدر عالم رغم شهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول من جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبة من بين يديه من خلبي يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشؤ السحابة وينشؤ السحابة وينشؤ السحابة وينشؤ السحابة وينشؤ الراد بحمده والملائكة من خيفة يرسل السعيق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفاه إلى الماء يبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلال وللا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل من رب الزماوات والأرض قل الله قل أفضخط من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستمي الأعمى والبصر أم هل تستمي الظلمات والنور أم جعلوا لله شوكا خلقك خلقه فتشبه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهر أنزل من السماء ماء فانسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاعي زبد مثله كذلك يضعب الله الحق والباطل فأما الزبد فإذهبوا جفاء وأما ما يوقع الناس فإنقصوا بالعرض كذلك يضعب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحسن ومأوه جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهل الله ولا ينقضون الميساق والذين يسئلون ما أمر الله به أن يوصيخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صمروا بضغا وجرا بهم وأقوموا الصلاة وأرفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكات يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما شبرتم فنعمة وقب الدار والذين ينقضون أهد الله من بعد ميساقه ويقضعون ما أمر الله به ما أمر الله به أن يوسلوا سدون في الأرض أولئك لهم اللعنت ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عنه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنابى الذين آمنوا وعملوا صالحات الضوبى لهم وحسن مآبى كذلك أرسلنك في أمة قد خرس من قبلها أمم لترسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكبرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليك وقد وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت منه جبال أو قطع اسم الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفل من ياس الذين آمنوا أن لو يشاءوا أولاد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تشيبهم بما شنوا قارعة أو تحلوا قريبا من دارهم حتى يأتي وعدوا إن الله لا يخلف الميعد ولقد استهزئا برسل من قبلك فأمليد للذين كفروا ثم أخذهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بأسين الذين كفروا مكرموا شدوا للسبيل ومن يؤمن الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة دي الدنيا ولو العذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وازل الجنة التي وعد المتقون تجري من دحل الأنهار أو كنها دائم وزلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنسل إليكم من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعدما جاءك من عظم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعالا لهم أزوجا وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يأخو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا دي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم ما لما عقب لحكمه وهو سني الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمة إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في العرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين استحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيدا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيظن الله ما يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الرومات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبر شكور وإذ قال موسى لقوم يذكرون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم وسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ دازن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن نكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من ضبلكم قوم نوح وعد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الله إلا الله جاء سهم رسلهم بالبينات فردوا أيديا في أفوه وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفل ليشك فاضل السموات والأرض يدعوكم ليغفلكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريد أن تشدونا عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إننا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نتكلم بها بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليدوك للمؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الظل وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا على ما آذيتمنا وعلى الظيف ليدوك للمتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال ننيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يد جرعه ولا يأكاد يصيغه ويتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيض ما زالوا الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاشف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم در أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فغلدوا عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا فالآن دمون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قل للأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تعلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشرتهم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحت الأنهاء وخالدنا فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألندر كيف اضرب الله مثلا كلمة ضيبة كشجرة ضيبة أصلها سابت وفروها في السماء تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومسأل كلمة خبيثة ومسأل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تستطيع من فوق العرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالطول السابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويدن الله الظالمين ويخل الله ما يشاء ألندر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومه دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار وجعلون الله أندادا يدلوا عن سبيله قل دمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم مما رزقناهم زرا وعدانية من قبل أن يأتيهم لا بيعوا فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس القمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سأدموه وإن دعدوا نعمة الله لا تهسوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجب نبني وبني أن نعبد الأسلام رب إنهن أرمن كثيرا من الناس فمن نبعني فإنه مني ومن أرسوني فإنك أكون رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرعين عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم ونزقهم من الزمرات لعلهم يشكنون ربنا إنك تعالى ما نخفي وما نعلن وما خف عن الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدهاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولان تحسبن الله غافلا عما يعمى الظالمون إنما يؤخره لي من تشخص في الأبصار مهضعين مقنئين رؤوسهم لا يرتد إليهم ضربهم وافئتتهم هو وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتابيع الرسل أولم لكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين كفروا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتميلكم كيف فعلنا بمضربنا لكم أمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتنزل منه الجبل فلا تحسب فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز زندقوا يوم أن تبدل عرض غير عرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهر ونرى المجرمين ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشهدون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وم الدين حول الله الرحيم وإن كان السعين وإن كان سرول المستقيم سرول الذين أنعمد عليهم وغير مغضوب عليهم ونطلين